بما أننا بنتكلم عن نقطة يعني إضافة الأعضاء الجدد النائبة مها عبد الناصر كانت قالت أو أصدق يعني اتكلمت ونزلت بيان قالت فيه إن حضرتك من أول الناس اللي كنت مقدم اقترحات أصلاً إن احنا ندخل ناس جديدة الحزب يعني قيادات جديدة أو عضويات جديدة فإيه اللي خلي حضرتك بقيت معترض؟ لا أنا مش معترض أنا جايز وضحت دي في الإجابة السابقة إلا أنا مش عايزه يكون 4000 أنا عايزه ما يبقوا 2 مليون لكن أنا بقول بس هي الدخول قبل الانتخابات دي اللي إحنا محتاجين نعيد تنظيمها مرة أخرى هل من يدخل النهار ده له حق التصويت بعد شهر؟ هذا يعني أمر فيه طب ليه قالوا إن حراك بتعمل انقلاب في الحزب؟ لا يعني بص يعني السياسة حملت أوجه يعني عندنا بنتكلم على علوم إنسانية السياسة أو الاقتصادة أو الاجتماع أو غير فهي حملت أوجه يعني جاهز وجهة نظري سليمة أو غير سليمة يعني لك أنا بقول قواعد النزاهة والشفافية بتتطلب اللي إحنا نقول يجي مليون عضو لكن هلي حق له اللي هو يصوت على هيكل تنظيمي لا يعرفه؟ يعني صحيح أنا إمتى عارض برنامجي؟ يعني إمتى الرجل ده هيعرفني؟ يعني إحنا عندنا عضاء جدد يعني حضروا معنا تدريبات هم مش عارفين أصلا أسامي نواب الحزب الغد الوقت تبدأ هيصوت إزاي؟ فإحنا كل المبادرة اللي إحنا بنعمله على فكرة يعني النائبة مع عبد الناصر من القيادات المتبنية هذه المبادرة يعني بالتفاهم حالياً الوقت اللي هي أقارة اللي إحنا فعلاً محتاجين اللي إحنا نعمل مبادرة نضع قواعد حاكمة جديدة بما فيها لايحة جديدة للحزب يعني يعني حالياً النائبة مع عبد الناصر فيه يعني هيكون فينا قشبيني وبينها حالياً في هذه القواعد عشان زي ما بقولك نضبط الأداء الحزبي بقى للعشرات السينية القادمة إن شاء الله